أهلا بكم في قناة قصص تاريخية عبد الكريم قاسم هو أحد قادة ثورة 1958 وأول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي ولد عبد الكريم قاسم في الحادي والعشرين من نوفمبر 1914 لعائلة فقيرة في أحد الأحياء الشعبية في بغداد التحق قاسم بالمدرسة العسكرية الملكية ثم دخل كلية الأركان وتخرج منها بتفوق ثم تدرج في الرتب العسكرية من رتبة ملازم حتى بلغ رتبة فريق ركن انضم عبد الكريم قاسم للجنة العليا للضباط الأحرار وقد كان لديه تنظيمه الخاص المعروف بتنظيم المنصورية وتم دمج التنظيمين معا في عام 1957 اتفق عبد الكريم قاسم مع صديق عمره عبد السلام عارف بالتنسيق مع بعض الضباط الأحرار على الانقلاب للإطاحة بالحكم الملكي في يوم الرابع عشر من يوليو عام 1958 قامت الثورة بقيادة كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وتحرك الضباط للسيطرة على بغداد والإطاحة بالنظام الملكي وأدى ذلك إلى مقتل واعتقال العديد من أفراد الأسرة المالكة نجح التنظيم في الاستلاء على السلطة وبدأ الخلاف بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف حول أحقية كل منهما بالسيطرة على السلطة حيث كان عبد السلام عارف يحاول إبراز نفسه بأنه مفجر الثورة الحقيقي فقد كان يتحدث عن نفسه خلال لقاءاته الصحفية والتلفزيونية بينما لم يذكر حتى اسم قاسم من الناحية الأخرى كان عبد الكريم قاسم يرى في نفسه أنه القائد والأب الروحي والمخطط للثورة استقر الأمر على تولي عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة أما عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم في الثورة كما استلم الفريق نجيب الربيع منصب رئيس مجلس السيادة لحين انتخاب رئيس للجمهورية لاحقا قام عبد الكريم قاسم بإلغاء مجلس السيادة تم اعتماد الدستور المؤقت والقضاء على النظام الملكي وإقامة الجمهورية وأطلق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وتم إطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية وإلغاء سيطرة الأمن على سياسة التوظيف كما تم إعادة الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد في العهد الملكي لأسباب سياسية شهد عهد عبد الكريم قاسم كرئيسا للوزراء عددا من الإنجازات منها بناء المساكن للطبقات الفقيرة ومشروع الإصلاح الزراعي الذي يقوم على تأميم الأراضي الزراعية وتوزيعها على الفلاحين في عهده أيضا حدثت طفرة في مستوى الصحة والتعليم كما دعا لتحرير المرأة انفرد عبد الكريم قاسم بالسلطة وقام بإبعاد كل القوى القومية ونكل بها كما قرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب ما أدى لاضطرابات داخلية وتعرض عبد الكريم قاسم لثمان عشرة مؤامرة ومحاولة انقلاب رفض عبد الكريم قاسم الانضمام إلى جامعة الدول العربية فانعزل العراق عن المحيط العربي كما تحالف مع الشيوعية والاتحاد السوفيتي فأصبح العراق معزولا عربيا ودوليا تفاقمت الخلافات بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف لعدة أسباب منها توجه قاسم اليساري مقابل توجه عبد السلام عارف القومي الإسلامي فأراد قاسم التخلص من عارف فأصدر قرارا بإعفائه من مناصبه الوزارية وعينه سفيرا للعراق في ألمانيا عاد عبد السلام عارف مرة أخرى للعراق ودارت شائعات بأنه دبر محاولة انقلاب واتهم بمحاولة أغتيال عبد الكريم قاسم وقلب نظام الحكم تمت محاكمة عبد السلام عارف بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام إلا أن قاسم أصدر عفوا عنه وحكم عليه بالوضع تحت الإقامة الجبرية قرر عبد السلام عارف الانتقام من قاسم أثناء إقامته الجبرية بالتعاون مع حزب البعث والتيارات القومية وبالفعل في الثامن من فبراير عام 1963 نجح عارف في الانقلاب على قاسم والسيطرة على مقاليد الحكم وأصبح رئيسا للوزراء ثم رئيسا للعراق في اليوم الثاني للانقلاب تم القبض على عبد الكريم قاسم وأقيمت له محاكمة سورية عاجلة لم تستمر سوى دقائق وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص وتم تنفيذ الحكم فورا في مقر الإذاعة ببغداد كما تم التمثيل بجثته على شاشة التلفزيون العراقي لتأكيد التخلص منه ينقسم العراقيين بوصفهم لعبد الكريم قاسم فمنهم من يعتبره الزعيم الأكثر عدالة ونزاهة وصدق من بين حكام العراق والمخلص أبو الضعفاء والقائد الفعلي للثورة ويراه البعض أنه الدكتاتور الذي ادعى لنفسه كونه الزعيم الأوحد وجمع السلطات بيده وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة